بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 Part 5 Development Length for Bars in Compression ما زالنا بنكمل مع بعض موضوع Development Length ولكن في الحالة دي بنشتغل فيه ال Compression Case اولا في حاجة عندنا اسمها Reduction Factor ايه هو Reduction Factor اللي هو عبارة عن Area Steel Required مقسومة على Area Steel Provided والArea Steel Required اللي احنا حسبينها دي اللي بتبقى محسوبة والArea Steel Provided دي بناء على عدد الاسياخ بيبقى لهم مساحة Actual Actual Area دي بنسميها Provided Steel ودي لازم تبقى اكبر من Required Steel طب ال Reduction Factor ده ممكن نستغنى عنه في حالة السيزميك ديزاين لود according to the ACI Code اللي هو نمبر 21.2.40 بنقول ال L دي بيبقى اكبر من او يساوي 12 انش وال Reduction Factor بنحوله للمعادلة اللي احنا شايفينها اللي هي عبارة عن Applied Moment مقسومة على Phi مقسومة على MN Provided واما ان المقصود بيها Capacity بتاعة القطاع اللي هي Actual Strength بتاعة القطاع depend على Dimension وحديد التسليح اللي موجود داخل Cross Section طيب ال L D B C اللي هو Basic Development Lens for Compression بنقول انه هو اكبر من القيمتين دون القيمة الكبيرة فيهم هي اللي بنختارها على اساس تبقى هي L D B C اول معادلة عندنا اللي هي 2 من 100 في ال Diameter بتاع ال Bar F Y اللي هو Yellow Distance بتاع الحديد مقسومة على الجزر بتاع مقاومة الضغط بتاعة الخرصانة المعادلة التالتة اللي هي Point 0003 ال Diameter بتاع ال Bar F Y بنحسب القيمتين دون وناخد القيمة الاكبر طيب Reduction Factor بنقول اللي هو عبارة عن بيعبر على Excessive Reinforcement Factor اللي هو Area Steel Required on Area Steel Provided في بعض الحالات بندرسها بالنسبة لل Factor دوت في حالة Spiral او Ties Ties طبعا اللي هي الكنات والSpiral اللي هي لما يبقى فيه كنات حلزونية بنقول ال Reinforcement عندك If Reinforcement Is Enclosed With Spiral Reinforcement أكبر من أو يساوي ربع إنش Diameter and أقل من أو يساوي أربع إنش Beach اللي هي المسافة بين الSpiral واللي بعدها كل حلقة أو التانية بنسمي المسافة دي هي عبارة عن الBeach Within number 4 Ties According to رقم الكود اللي عندنا أو الفقرة اللي موجودة 7.10.5 and dispensed أقل من أو يساوي أربعة إنش on center to center في حالة دية الفاكتور بيساوي كام بيساوي 75 من 100 يبقى according to conditions اللي اتكلمنا عليها في الفقرة دي بناخد الفاكتور بيساوي 75 من 100 طيب بنقول خلي بالك الديامتر أو ال LDC اللي هو development length في حالة ال compression أقل من ال LD في حالة التنشن وده بسبب ال beneficial of ال end bearing is considered في الحالة دية ال end bearing ما بنعتبروش أو بنحمله ال weakness effect بتاع reflectural tension cracks is not present لأنك بتتكلم على compression zone وبالتالي reflectural cracks مش موجودة في منطقة compression ترجمة لنسي قنقر لنسي قنقر ترجمة شكرا